السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا اخواني الكرام مجددا في هذا الفيديو الجديد اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو سوف نرى طريقة وضع مكيف على وضع التبريد شاهدوا معي اخواني الفيديو الى نهايته ومرجو الاشتراك في القناة وكذلك مشاركة الفيديو مع الاصدقاء اولا اخواني الكرام لدينا هذا الزر ان اوف فهو لتشغيل واطفاء مكيف زر موجود في جميع المكيفات غني عن تعريف كذلك اخواني الكرام لدينا هذه الازرار او هذه الاسهم من الاعلى الى الاسفل وهي فقط لضبط درجة الحرارة الخاصة بالمكيف اخواني الكرام عندما تريدون التبجيل من وضع التسخين الى وضع التبريد او من وضع التبريد الى وضع التسخين تذهب مباشرة الى هذه الزر مود كما تشاهدون هذا الزر مود فهو للتبجيل من وضع التبريد الى وضع التسخين نقوم بالضغط عليه تظهر لنا هذه العلمة وهي علامة اوتوماتيك يشتغل المقيف اوتوماتيكي اذا كانت درجة الحرارة اذا كان الجو بارد سوف يشتغل سخين او اذا كان الجو تسخين سوف يشتغل بارد عند الضغط مرة اخرى تظهر لنا هذه العلامة علامة التلج وهي العلامة الخاصة بوضع التبريد بالاسهم نقوم بضبط درجة الحرارة المناسبة احسن درجة من حيث التبريد وهي 24 درجة او 25 نقوم بالضغط الى الذهب الى الزر فان وهو خاص بسرعة المرواحة نقوم برفع مستوى درجة المرواحة الى الاعلى ثم نقوم بتشغيل المقيف هذا وضعيات التبريد عند الضغط مرة اخرى تظهر لنا هذه علامة ثلاث نقات وهي علامة خاصة بالرطوبة لاستخراج الرطوبة من الغرفة نقوم بالضغط مرة اخرى تظهر لنا هذه العلامة هذه العلامة ترمز امرواحة الوحدة الداخلية يعني يشتغل تشتغل الوحدة الداخلية فقط لا تشتغل الوحدة الخارجية ان تتغط مرة اخرى تظهر لنا هذه العلامة علامة الشمش وهي خاصة بتسخين عندما تقوم بضبط المقيف على الوضعية فان المقيف سوف يشتغل معك على وضع تسخين تقريبا اخواني الكرام هذه هم الوضعيات الخاصة بالزر مود لدينا اخواني الكرام هذا الزر تيربو تيربو اخواني الكرام ولسرعة القصوى المقيف تعمل مرواحة بسرعة قصوى والمقيف يبرز باقصى سرعة ويوصل درجة الحرارة التي تريدها في اقل وقت ممكن سواء في التبريد او في تسخين هذا الزر هنا اخواني فان او سبيد في بعض المقيفات هو خاص بصورة المروحة اما متوسطة او ضعيفة او عالية في بعض المقيفات تجد هاي مرضفعة او ميد او لو اي ضعيفة اما هذا الزر اخواني زر ايكو اي 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 اقصاد التاقة يقوم المقيف بتوفير التاقة عند التغط عليه اما هذا الزر تايمر فهو خاص بضبط الوقت الذي يشتغل فيه المكيف او ينطفئ فيه المكيف كذلك لدينا هذا الزر سوينغ سوينغ اخواني وهو زر خاص بشفارات التي توزع الهواء لسوينغ كذلك لدينا هذا الزر سليب سليب اخواني الكرام هو زر خاص بالنوم حين تضغط على هذا الزر تظهر علامة الهلال هنا في الريموت كونترول ما معنى هذا المود يقوم بنقص توضاء اثناء النوم وكذلك يقوم بنقص صوت مروحات المبخير اما هذا الزر فهو فقط لاطفاء او اشعال هذه الشاشة التي توجد على الوحدة الداخلية عند الضغط عليه تشتعل الشاشة او تنطفئ هذا الزر خاص باطفاء او اشعال شاشة الوحدة الداخلية كذلك لدينا هذا الزر ايفيل اخواني الكرام وهو زر خاص يعطيك درجة الحرارة المتواجدة في الغرفة عندما تقوم بالتغط عليه فسوف ويستشعر درجة الحرارة الموجودة في الغرفة ثم يقوم باعتابتها على الوحدة الداخلية